نتكلم ونبدأ بها أخبارنا ونعلق على حاجة أعتقد برضو مهمة جدا وبقالنا كتير يعني بنقولها ومشوفناها شو هي فكرة هنا الاجتماع اللي كان بالأمس ليه فيتوريا مع كل مداربين الأندية ليه الاجتماع ده كان موجود عشان هو قال أنا عايز أشوف رؤيتهم عايز أشوف خطاتهم في المرحلة اللي جاية يعني إحنا يمكن شوفناه زار الأهلي والزمالك وفيوتر وسيراميكا كليوباترا وأندية كمان في سكندري بكلم على اسموحها والاتحاد شوفنا ده لكن هو من وجهة نظره ده مش كفاية هو مش بس عايز يروح يشوف لا هو عايز يعني يحضر مباريات وكمان يتكلم في التفاصيل هو ده اللي كان بيوضحه أو ده اللي بيوضح لنا باختصار كده أن الراجل ده جاي زي ما احنا كنا عايزين ده جاي يشتغل بجد يا كريم جاي يحط خطة ومش بنتكلم أصيرة المدى بس لا أصيرة وطويلة المدى ليه الكرة المصرية أنا أعتقد أن ده كان تصرف رائع نال إعجاب الناس كتير خليني يقول لحضراتكم أن هو يقعد ويتكلم ويتناقش مع المدربين نشوف الأفكار عاملة إزاي فكرة هنا أصلا تطوير كرة القدم هي موجودة عندهم ولا لأ يعني أنا بشوف أن دي كلها خطوات نحو الخطة أو زي ما بتقيل كده تحقيق الخطة على الأرض اللي هو جاي قال لك هو اللي قال على فكرة مش إحنا هو لما جاي قال لك أنا عايز أطور هذه المنظومة وإحنا قولنا إحنا عايزين حد يطور لنا هذه المنظومة فأحنا مستنين نشوف اللي بيحصل ده دلوقتي بوادر حلوة جدا أنا قاعد وطالما أنا مسؤول عن منظومة القرية القدم المصري أنا لي كامل الحق أن أنا أشوف كل الأندية وأتابع كل الخطط وأشوف المدربين دول أفكارهم عاملة إزاي وأقيم بالمناسبة له الحق أن هو يقيم وله الحق أنه لو شايف حد مش كفء في مكان معين أنه يغيره على فترة ده حقق جدا أنه هو اللي هيسأل في الآخر عن هذه المنظومة فبالتوفيق خطوات كويسة جدا وناس كتيرة جدا نالت استحسانها الخطوات دي فبالتوفيق حاجة أعتقد هنشوف بس يعني دي لسه بوادة مش هنقف عنده هنا أكيد عايزين نشوف بعد كده إيه اللي هيحصل المفروض أن اللي هو بيعمله ده ده العادي اللي لازم يتعامل وده المنطقي ولكن نظر أن إحنا قعدنا فترات مش قليلة ما بنشوفش المنطق ده يعني متحقق فكت حاجة بالتالي ملفتة للأنظار أنه هو فعلا يعني يزور كل الأندية ويتابع كل المباريات ويشوف التدريبات كمان الخاصة بكل فريق ويتناقش مع كل مدرب على حدة بيتوريا الحقيقة بيشتغل من أول لحظة وصل فيها وبيتابع كل التفاصيل وشوفنا ده كمان لما كان بيتابع منتخب الشباب في البطولة العربية ومجموعة الرسائل لكل اللعيبة اللي كان بيوجهها لكل اللعيبة قبل بداية كل المباراة ليهم ونوجة نظري يعني أعتقد أن والله أعلم كده شكلنا اللي أربع سنين الجايين وهي طبعا مدة عقد بيتوريا إن شاء الله شكلنا حنشوف تغيير جزري في شكل المنتخب اللي أعتقد أنه حيدوم كذا عنصر من الشباب سواء من الشباب اللي صعدهم النادي الأهلي والزمالك أو العناصر المحترفة اللي كانت مع منتخب الشباب عايز يبني عليهم عشان الفترة الجاية إن شاء الله نشوف تغيير شبه كامل للمنظومة من ناحية ومن ناحية بقى كمان الشكل العام بتاع المنتخب المفروض يكون عليه زي ما تعودنا عليه في أزمنا سابقا كان منتخب مصر ده المنتخب يخوف ويخوف فيه ناس أنا بتفع معك كريم في فترات ما أو في فترة ما خلينا نقولك المنتخب مصر فعلا يعني له ثقة له لكن برضو اللي إحنا دلوقتي لو حنتكلم بطريقة فار لا إحنا لسنا الأفضل الآن أكيد عندنا مشاكل عندنا مشاكل نفسنا أن احنا فيه أمور معينة تحل وتتغير أكيد بس في نفس الوقت برضو شقة أنا نفسي يعني ده طلب ما يبقى أن أنا واحدة من جماهير طبعا القرى المصرية وده مش طالبي لوحدة أكيد الناس كتير اتكلمت في الموضوع ده لازم يتم تغيير برضو ثقافة اللاعب يا كريم ما ينفعش يبقى ثقافة لاعب منتخب مصر من أي نادي بقى جاي أن هو يبقى بفكر محدود لازم أتعامل بشكل احترافي لازم الشكل الاحترافي أنا بشوفه مين لأخديك مثال على لاعب كرة قدم بجد عنده هذا الفكر هو كريستيانو رونالدو بصراحة ملتزم من أول يوم دخل هذا المجال لحد هذه اللحظة بنتكلم قرب يعتزل أو يعني ما عرفش هيعتزل إمتى بس يعني في دلوقتي آخر التلاتينات بنتكلم عن واحد مثال فعلا للاعب محترف ما شفناهوش مرة بقى سبتمبرين وراح سهر في حتة ما طلعتش عليه مثلا إشعاعات معينة ما قلناش مثلا أو سمعنا أي مقال بالكلم أنه هو لاعب مش كوف أو لاعب حصله دروب في فترة ما أو مش ملتزم من ناحية التدريبات البدنية أو غيره أو غيره ما حصلش فأنا نفسي الشق ده كمان يتم التركيز عليه أنا عشان أغير منظومة كاملة لها أفرع كتير جدا منها الثقافة بتاعة اللاعب المصري لازم تتغير لازم يبقى فيه ديديكيشن زي ما بتقال أو تفاني أكتر بصراحة يعني خلينا نتكلم بصراحة يا جماعة لو طالما عايزين نحل لازم نتكلم بصراحة قصة مش بس قصة مدرب جديد ييجي وشكرا ونبتدي نقيمه ولعبنا مطشين ما عجبناش ومشناه قصة مش كده أبدا كلنا مسؤولين في هذه المنظومة احنا حتى كجماهير يعني ده رأيي زي ما كنا منقول الفترة اللي فاتت على بعض اللاعبي النادي الأهلي اللي شفناهم بأداء مهتز جدا 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 وبعيد كل البعد عن المستوى المعروف عنهم يعني نفس الكلام اللي قلناه وقتها فكرة ان اللي مش قد اللي مش حمل التشيرت بتاعة النادي الأهلي ما يلبسهاش نفس الكلام يتقال على أي فريق نفس الكلام يتقال على المنتخب المصري يعني لو سبنا الموضوع لأهواء اللعيبة خرص والله اللي عايز يلتزم اهو النفسه اللي عايز ملتزمش اهو برضو النفسه هو الوحيد اللي حيتفع تامن بزا هتامت في معاك النقطة لو في الآخر انت اللي هتحاسب على الفتورة بتاعة باللغة لبالك احنا نتكلم على تشيرت منتخب بغض النظر نتكلم على بلدنا تشيرت أي منتخب دي مسؤولية كبيرة جدا لأي لعب لبسه يعني ما ينفعش يكون فيه أي مساحة للتقاعص للتكاسل للتراخي والله فيه تراخي اتفضل اقعد على جنب فيه مليون حد تاني تم تجهزهم قبلها وجاهزين في أي وقت وزي ما حصل مع بودلاء النبي الاهلي في الفترة الأكيرة من الشباب ما فيش حاجة بتقف عند حد يا كريم دايما بيجي الأفضل طالما انت ما أخدتش المساحة وأثبت نفسك ومسكت فيه الفرصة اللي معك ده أكيد